الله الله والحمد لله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدات الميامين اللهم صل على محمد وآل محمد قال ملاحظات عامة حول الأقل والأكثر البحث اليوم سوف يتعلق بمجموعة من الملاحظات التي سيذكرها مصنف هذا الكتاب السيد الشهيد محمد باقر الصادر قدس الله سره ورحمة الله تعالى عليه حيث أنه كما ذكرنا سابقا إلى هنا قد انتهى البحث في موضوع الأقل والأكثر إلا أنه بقي مجموعة من الملاحظات المهمة التي لا بد أن يلتفت إليها الباحث وأن يحل الموضوعات المتعلقة بها أو الإشكاليات التي قد تتصور وكان هناك رأي للأعلام أعلام علم الأصول فيها حتى يكتمل البحث من جميع جوانبه في الملاحظة الأولى التي يذكرها السيد الشهيد هنا هو مسألة دور الاستصحاب في هذا الدوران يعني في الدوران بين الأقل والأكثر دوران الواجب بين الأقل والأكثر نحن تقريبا إلى هنا حينما مر علينا البحث كنا نتكلم دائما عن جريان البراءة أو الاشتغال ومنذ أول البحث كان المهم لدينا باعتبار أن البراءة كان موضوعها متحقق أنه هل فعلا أن هذا الموضوع متحقق أو غير متحقق هل أن الشك يكون مقرونا بالعلم الإجمالي حتى يكون موردا للإحتياط موردا للاشتغال أو أن الشك غير مقرون بالعلم الإجمالي فيكون موردا لجريان البراءة الشرعية إلا أنه لم نتكلم عن الاستصحاب الاستصحاب أيضا واحد من الأصول العملية التي يمكن أن تجري في المقام هنا في هذه الملاحظة ينبه السيد الشهيد إلى أنه هل أن الاستصحاب يجري هنا هل هناك من قال بجريان الاستصحاب وإذا كان يجري فما هو الأثر المترتب على إجراء الاستصحاب هنا وبالنتيجة نريد أن نصل إلى تحقيق هذه المسألة وهل فعلا يمكن جريان الاستصحاب أو لا يمكن هل له أثر أو ليس له أثر فالملاحظة الأولى التي سوف نتكلم عنها في هذا البحث في هذا الدرس هي دور الاستصحاب في جريان أو في دوران عفوا الوجوب بين الأقل والأكثر هنا في بداية هذا البحث يذكر السيد الشهيد أن هناك احتمالان أو هناك طريقان ل قد يتصوران يعني لإمكان التمسك بالاستصحاب في هذا البحث في دوران الوجوب بين الأقل والأكثر تارة يمكن أن نقال أنه يتمسك بالاستصحاب في هذه المسألة لإثبات وجوب الاحتياط والاشتغال وتارة نقول لا أنه يتمسك بالاستصحاب للوصول إلى نتيجة البراءة يعني أن تكون نتيجة الاستصحاب هي البراءة مطابق للبراءة طيب إذن التمسك بالاستصحاب في هذه المسألة مسألة الدوران الواجب بين الأقل والأكثر قد تكون نتيجتها المحتمل المحتملات في البداية قد تكون النتيجة هي الوصول إلى الاحتياط والاشتغال وقد تكون نتيجتها الوصول إلى البراءة أو نفس نتيجة البراءة وكيف يعني في هذين الموردين كيف يمكن جريان الاستصحاب وهل فعلا أن جريانه صحيح أو غير صحيح كيفية التمسك بالاستصحاب لإثبات الاحتياط هنا بأن يدعى أننا لاحظوا أننا نعلم امتداء أننا أصل المسألة هو هكذا أننا نعلم بالجامع نعلم بوجود جامع للوجوب جامع للوجوب ولكن هذا الجامع مردد بين الأقل وبين الأكثر مثالنا المعتاد والمدرسي هو مثلا في مثال الصلاة أن يكون هذا الواجب أو هذا الوجوب تعلق بتسعة أجزاء أو بعشرة أجزاء تسعة أجزاء أو عشرة أجزاء طيب هنا إذن أصل المسألة أن لدينا علم تفصيلي بوجوب هذا الجامع المردد بين الأقل والأكثر المردد بين التسعة أو العشرة لا ندري أن هذا الجامع هل هو منطبق واقعا على التسعة أجزاء أو أنه منطبق واقعا على العشرة أجزاء إذن نحن نعلم بهذا الوجوب وجوب الجامع ولكن نشك في أنه واقعا هو منطبق على التسعة أجزاء أو على العشرة أجزاء لو جاء المكلف وامتثل الأقل يعني امتثل التسعة أجزاء ولم يمتثل الأكثر يعني لم يأتي بالزيادة بهذا الجزء العاشر قالوا هنا يحصل الشك يحصل لدينا الشك بأن ما جاء به المكلف هل ينطبق عليه الجامع أو لا ينطبق عليه الجامع لاحظوا إذن إذن طبق عليه الجامع هذا الأقل فإن الوجوب المتعلق به سوف ينتهي قد امتثل فتسقط فاعليته وإذا لم ينطبق هذا الجامع على هذه التسعة يبقى الوجوب على حاله فلو جاء المكلف بالأقل نبقى نشك في أن هذا الوجوب الذي تعلق بالجامع هل سقط أو لم يسقط لأنه يحتمل أنه لا يسقط إلا بالإتيان بالزيادة بالأكثر يعني تلك الزيادة التي موجودة في الأكثر إذن هنا ماذا سيحصل لدينا أن هناك لدينا يقين أول ابتداء بالوجوب المتعلق بالجامع يقين ثم نشك في أن هذا الوجوب هل زال وسقط بامتثال الأقل أو لم يزول فعندنا يقين ابتداء لحقه شك فيكون المورد موردا لجريان الاستصحاب جريان الاستصحاب الذي ذكره السيد الشهيد يكون استصحاب من قسم استصحاب القسم الثاني من استصحاب الكلي سيأتي إن شاء الله في بحث الاستصحاب الاستصحاب الكلي القسم الثاني الذي فيه يكون لذلك الكل فردان أحدهما طويل والآخر قصير إذا كان للعنوان الكلي فردان أحدهما طويل والآخر قصير بالنتيجة هنا قد يقال بجريان هذا الاستصحاب في هذا المورد ولكن يمكن المناقشة في جريان الاستصحاب في هذا المورد كيف نقول هنا المستصحب ما هو المستصحب هو الوجوب المتعلق بالجامع أو نعبر عنه جامع الوجوب المردد بين الأقل وبين الأكثر طيب هو هذا المستصحب الوجوب الجامع بين الأقل والأكثر طيب ما هو المراد من جريان هذا الاستصحاب يعني نحن إذا المكلف امتثل الأقل جاء بالأقل فنقول نشك في أن هذا الوجوب الجامع هل زال أو لم يزول فنستصحب بقاءه طيب استصحاب بقاء هذا الوجوب الجامع ما هي الثمرة التي تترتب عليه إن كانت الثمرة المقصود هو إثبات وجوب الأكثر استصحاب الجامع يثبت لنا وجوب الأكثر يعني وجوب العشرة فمن الواضح أن هذا هنا الأصل أو الاستصحاب يكون أصلا مثبتا لأن بقاء وجوب العشرة هو لازم لازم عقلي لاستصحاب بقاء الجامع وليس هو أثر شرعي فيكون الأصل هنا أصلا مثبتا كيف لأنه أن المكلف لو جاء بالتسعة بالأقل يعني واستصحبنا بقاء الجامع فلازم بقاء الجامع أن يبقى الوجوب متعلق بالتسعة بالعشرة عفوا لأن التسعة قد جاء بها المكلف التسعة جاء بها المكلف فلا معنى فلا معنى لبقاء الوجوب المتعلق بها إذن نحن إذا استصحبنا الوجوب الجامع فإنما هنا نثبت به الوجوب على الأكثر على العشرة لأن الأقل قد جاء به المكلف فسقط الوجوب المتعلق به إذا كان هناك وجوب متعلق به فنحن إنما نستصحب الوجوب الجامع لإثبات هذا الاحتمال وهو الوجوب المتعلق بالأكثر بالعشرة ولكن هذا المثبت وهو الوجوب المتعلق بالعشرة هو من لوازم بقاء الوجوب على الجامع أو الوجوب الجامع من لوازمه العقلية يعني أننا نقول أنه لو افترضنا أن الوجوب الجامع قد بقي رغم أن المكلف جاء بالأقل بالتسعة ويلزم ذلك أن الجامع أين متحقق أن الجامع على ماذا منطبق منطبق على الأكثر منطبق على العشرة يمكن أن نفترضه منطبق على الأقل لأنه لأن المكلف قد جاء بالأقل فاستصحاب الوجوب الجامع بقاء الوجوب المتعلق بالجامع لازمه العقلي هو إثبات الوجوب المتعلق بالعشرة وكما هو معلوم أن الأصول العملية أو اللوازم العقلية أو مثبتات الأصل كما تقدم بحثه في الجزء الأول من هذا الكتاب لا تكون ثابتة هذا إذا كان الثمر المترتب على الاستصحاب هو إثبات الوجوب المتعلق بالعشر بالأكثر أو قد يراد لا أنه نحن نريد من هذا الاستصحاب فقط وفقط الاقتصار على إثبات الجامع جامع الوجوب أو الوجوب الجامع أيضا يقول السيد الشهيد أن هذا لا أثر له لماذا لأن هذا الاستصحاب لا يزيد عن العلم الوجداني نحن كان لدينا علم عندنا علم وجداني بثبوت الجامع علم وجداني موجود نعم حصلت حالة شك في عدم ثبوته بسبب الاتيان بالأقل هذا حالة أخرى ولكن لدينا نحن علم وجداني ثابت بالجامع وما يثبته الاستصحاب ليس أكثر من هذا العلم وقد افترض هنا أن يعني في هذا المورد أن العلم بالجامع الثابت ينجز الأقل في مقام التنجيز نحن الآن لاحظوا مرة عندنا مقام العلم بالشيء ومرة ما ينجزه هذا العلم العلم بالشيء العلم بالجامع موجود ولا وجدانا موجود لا نحتاج إلى الاستصحاب لإثبات هذا العلم بالجامع وإنما هنا نقول أن هذا العلم بالجامع ما هو مقدار تنجيزه هل تنجيزه لكل الطرفين أو نجز الأقل فقط نقول لا الثابت أنه نجز الأقل فقط نجز الأقل باعتبار مقام التنجيز هنا يختلف عن مقام العلم نحن عندما نتكلم عن مقام العلم مقام الإدراك الوجداني ثابت عندنا الجامع ولكن هنا نتكلم عن مقام التنجيز كم نجز هذا الجامع المعلوم وجدانا الذي لا نحتاج إلى الاستصحاب لإبقاء أو لإثباته إثبات العلم به نقول في مقام التنجيز نجز الأقل فقط لأن الأكثر تجري فيه مثلا البراءة وهذا لا يؤثر على نفس العلم بالجامع العلم بالجامع باقي على حاله غايتها أن ما نجزه هو الأقل دون الأكثر لاحظوا قال ملاحظات عامة حول الأقل والأكثر فرغنا من المسائل الأساسية في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين وبقي وبقي علينا أن نذكر في ختام مسائل هذا الدوران ملاحظات عامة حول الأقل والأكثر أولا دور الاستصحاب في هذا الدوران قد يتمسك بالاستصحاب في موارد هذا الدوران تارة لإثبات وجوب الاحتياط تارة وأخرى لإثبات نتيجة البراء بعد هذا لم نتكلم عنه أما التمسك به على الوجه الأول فبدعوة الوجه الأول ما هو إثبات وجوب الاحتياط فبدعوة أن نعلم بجامع الوجوب أو بجامع وجوب مردد بين فردين من الواجب وهما وجوب التسعة وهو الأقل ووجوب العشرة جامع الوجوب معلوم لكن هو مردد بين هذا ووجوب التسعة يسقط بالإتيان بالأقل يعني لو جاء المكلف بالأقل التسعة انتهى ووجوب العشرة لا يسقط بذلك نفس وجوب العشرة لا يسقط لكن المعلوم لدينا هو الجامع عم وجوب العشرة المعلوم لدينا هو الجامع الوجوب الجامع فاذا اتى المكلف بالاقل بالتسعة شك في سقوط الجامع وجراء استصحاب الجامع لماذا شك لانه نحن لا نعلم واقعا ان هذا الوجوب الجامع هل هو منطبق على وجوب التسعة او منطبق على وجوب العشرة المكلف جاء بالتسعة نعم وجوب التسعة انتهى موجوب الجامع وربما يكون منطبقا على وجوب العشرة فيكون ما زال باقيا نشك شك في سقوط الجامع وجرى استصحابه لأنه كان معلوما ثم حصل الشك به ويكون من استصحاب القسم الثاني من الكل يعني إذا كان المفهوم الكل له فردان أحدهما طويل والآخر قصير والجواب على ذلك أن استصحاب جامع الوجوب إن أريد به ما هو الهدف والثمر منه من هذا الاستصحاب إن أريد به إثبات وجوب العشرة لا يمكن أن يثبت به التسعة التسعة امتثلها المكلف حسب الفرد لأن ذلك هو لازم بقائه يعني لو بقى وجوب الجامع رغم الإتيان بالتسعة فلابد أن يكون أن يثبت به العشرة لأن التسعة امتثلها المكلف فهذا من الأصول المثبتة لماذا؟ لأنه يعني لأن بقاء وجوب العشرة لازم عقلي لا يثبت بالاستصحاب لازم عقلي وقد قلنا أننا تكلمنا سابقا على أن مثبتات الآصل ليست حجة لوازم العقلية للآصل ليست حجة وإن أريد به يعني بالاستصحاب الاقتصار على إثبات جامع الوجوب لا نريد أن نثبت الجامع النتيجة فهذا لا أثر له يعني نريد أن نثبت جامع الوجوب العلم تحقق جامع الوجوب لأنه لا يزيد على العلم الوجداني بهذا الجامع يعني إذا كنا لا نريد أن نثبت التنجيز مثلا وإنما نريد أن نثبت أو العلم بالجامع الوجوب الجامع قال فهذا لا أثر له لأنه لا يزيد على العلم الوجداني بهذا الجامع وقد فرضنا أن العلم به لا ينجز سوى الأقل العلم بالجامع الكلام حينما نأتي إلى التنجيز ينجز به الأقل والأقل حاصل في المقام بحسب الفرض باعتبار أننا افترضنا أن المكلف قد جاء بالأقل هذا التمسك بالاستصحاب لإثبات الاحتياط أما قلنا الوجه الثاني أو الأمر الآخر أنه قد يتمسك أو قد يدعى التمسك بالاستصحاب لإثبات مؤدى البراءة لإثبات مؤدى البراءة فيقال هنا في ذلك أنه قبل دخول الوقت مثلا إحنا إذا تردد لدينا صلاة الظهر صلاة الرباعية مثلا أنها تسع أجزاء وعشر أجزاء قبل دخول الوقت وقت صلاة الظهر لم يكن هذا الجزء العاشر الزيادة جزء العاشر لم يكن فعلي الوجوب أصلا وقت لم يعني شرائط الفعلية لم تتحقق ومنها دخول الوقت لم يكن فعلي الوجوب فحينما يدخل الوقت نستصحب نستصحب عدم فعلية وجوب هذا الجزء العاشر وهو غير منجز على المكلف فيكون بالنتيجة غير فعلي على المكلف فيكون مكلف بريء عن الإتيان به بريء الذنب أو قد يقال أنه أصلا في بداية التشريع في أصر التشريع أول بداية أصر التشريع لم يكن وجوب الصلاة أصلا مفترض فمن نتيجة وجوب أكثر وجوب هذا الزائد لم يكن ثابتا أصلا إذا افترضنا الوقت يعني يكون الوجوب قد يكون الوجوب ثابت لكنه ليس فعلي قبل الوقت لكن قبل التشريع قبل نزول تشريع الصلاة لم يكن هذا التشريع ثابتا فلم يكن متعلقا بجزء العاشر فالآن نشك فنستصحب عدم جريان عدم جريان نفس هذا عدم إثبات الجعل المتعلق به هذا الوجوب وجوب الجزء العاشر فتجري وكأنه المكلف يكون بريء الذمة تجاه هذا الجزء العاشر الزائد يقول السيد الشهيد قد يقال أنه هنا أيضا قد يقال نحن أيضا نستطيع أن نجري استصحاب عدم ثبوت الوجوب وجوب الاستقلالي للأقل بنفس الطريقة أنه في زمان قبل التشريع لم يكن الأقل ثابت الوجوب نفس الأقل طبعا الكلام مو في الجامع الكلام في الأقل الذي هو قلنا أن الجامع مردد بين الأقل والأكثر نفس الطرفين الأقل بما هو أقل والأكثر بما هو أكثر الوجوب الاستقلالي المتعلق بكل منهما مشكوك مشكوك الثابت لدينا المعلوم هو العلم بالوجوب الجامع أما الوجوب الاستقلالي للأقل والوجوب الاستقلالي للأكثر مشكوك الآن طيب في الأقل أيضا قبل التشريع قبل ثبوت التشريع قبل نزول التشريع لم يكن هذا الوجوب ثابتا بنحو استقلالي للأقل الآن نشك أن الأقل هو واجب أم لا لأن قلنا العلم الثابت لدينا هو العلم بالجامع الوجوب أما الوجوب المتعلق بالأقل مشكوك نشك فنستصحب عدم الجعل هنا الثابت في قبل التشريع قد يقال بذلك يعني أنت كما تستصحب عدم الجعل بالنسبة إلى الأكثر الزيادة يمكن أن يقال أن هذا متعارض باستصحاب عدم جعل الأقل الوجوب الاستقلالي للأقل سيد الشهيد يقول هذا يعني الدعية أنه هذا معارض للاستصحاب العدم الجعل في الأكثر طبعا يحصل التعارض لماذا؟ لأننا لدينا علم بجامع الوجوب إما الأقل أو الأكثر إذا أجرينا استصحاب عدم الجعل في كلاه هما يعني بالنتيجة نحن سوف نثبت جواز المخالفة القطعية وهذا الجواز جواز المخالفة القطعية محرم شرعا فيحصل التعارض بين الاستصحابين استصحاب عدم الجعل في الأكثر واستصحاب عدم الجعل في الأقل فبالنتيجة استصحاب عدم الجعل بالأكثر الذي هو ثابت قبل الشريعة معلوم قبل الشريعة معارض باستصحاب عدم جعل الأقل الذي لم يكن ثابتا قبل التشريع والآن نشك في الوجوب الاستقلالي للأقل ونستصحب ويكون معارض لاستصحاب عدم جعل الوجوب الاستقلالي للأكثر فبالنتيجة يحصل تعارض هنا يتعارضان يتساقطان يقول السيد الشهيد هنا أن هذا الاستصحاب يعني استصحاب عدم الوجوب الاستقلالي للأقل هذا لا أثر له لماذا لأنه ماذا يراد به استصحاب عدم جعل الأقل هل يراد به إثبات وجوب الأكثر يعني وجوب الزائد بالملازمة لما استصحب عدم ثبوت الوجوب في الأقل باعتبار وجود الجامع فيثبت وجوب الزائد بالنتيجة قال فهذا كما ذكرنا لازم عقلي فيصبح الأصل مثبت هنا لازم عقلي إن أردنا من استصحاب عدم الجعل الثابت قبل الشريعة في الاقل الاستقلال الأقل هذا الاستصحاب ماذا يراد به إن أريد به إثبات الوجوب في الأكثر باعتبار أن الجامع مردد بينهما فإن خرج أحدهما بقي الآخر قال هذا لازم عقلي لهذا الاستصحاب للاستصحاب عدم الجعل في الأقل فيكون الأصل هنا أصل مثبت ولا يكون حج وإن وإن أريد به لا التأمين في حالة ترك الأقل يعني لو أن المكلف ترك الأقل ولم يفعله فالمكلف مؤمن من هذه الجهة سيد الشيدي يقول هذا غير صحيح هنا لا يثبت التأمين لماذا يقول لأن المكلف هنا إذا كان وجوب الجامع مردد بين الأقل والأكثر فلو أن المكلف ترك الأقل فهو حتما ترك الأكثر أيضا إذا ترك الأقل معناه ترك الأكثر لأن الأكثر هو الأقل وزيادة فعند تركه للأقل يعني أنه حصل مخالف قطعية مخالف قطعية للمعلوم بالإجمال وهو جامع الوجوب وهنا باستصحاب يعني لو أننا أردنا أن نثبت براءة الذمة للمكلف عند تركه للأقل فإن ترك الأقل يعني المخالف القطعية فيصبح هذا الأصل استصحاب عدم وجوب الأقل مؤديا إلى المخالف القطعية وهذا غير مسموح به لا يجوز إنما الأصل المؤمن إذا جرى فإنما يمكن أن يثبت المخالف الاحتمالية أما إذا أدى إلى المخالف القطعية فهذا غير صحيح لاحظ قال وأما التمسك به بالاستصحاب على الوجه الثاني يعني لإثبات مؤد البراءة فباستصحاب عدم وجوب الزائد الأكثر الزائد في الأكثر الثابت قبل دخول الوقت يعني هذا إذا قبل دخول الوقت يعني استصحاب عدم فعليته لأنه قبل لأنه قبل دخول الوقت لم يكن فعليا حتما لم يكن فعليا الآن نشك في كون فعلي أم لا فنستصحب عدم فعلية هذا وجوب الزائد أو في صدر عصر التشريع قبل التشريع هنا لا نقول أنه أصلا التشريع لم يكن ثابت الآن نشك في التشريع فنستصحب عدمه قال ولا يعارض باستصحاب عدم الوجوب الاستقلالي للأقل إذ لا أثر لهذا الاستصحاب استصحاب عدم وجوب الأقل لأنه إن أريد به إثبات وجوب الزائد بالملازمة فهو مثبت كما بينا يعصون مثبت وإن أريد به التأمين في حالة ترك الأقل فهو غير صحيح لماذا لأن هذا التأمين سيؤدي إلى المخالفة القطعية لأن فرض ترك الأقل هو فرض المخالفة القطعية لأن ترك الأقل يلازم ترك الأعمل ولا يصح التأمين بالأصل العملي إلا عن المخالفة الاحتمالية فكأنه بالنتيجة أنه لما كان هذا الاستصحاب استصحاب استصحاب عدم فعلية الأكثر أو عدم وجوب الأكثر غير معارض باستصحاب عدم الأقل فكأن استيش يرتضي في أنه يمكن أيضا التمسك به لإثبات مؤدل براءة ثانياً الدوران بين الجزئية والمانعية يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ترجمة نانسي قنقر